اشتركوا في القناة شكرا جزيلا على تحت الفرصة الحديث عن مشاركة الشعب البرلمانية في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات طبعا هاي القمة البرلمانية المهمة تنعقد في ظل انتشار وباء كورونا في كل دول العالم فبالتالي فإن رئيسات البرلمانات خلال جلسات نقاشية ومناظرات نقاشوا عدد من القضايا اللي تبرز جهود المرأة في التصدي لهاي الوباء سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي وتضمنت القمة جلستي عمل تركزت الأولى على تقييم دور وأداء النساء في جميع مناحي الحياة خلال الجائحة والثانية حول طرق وسبل الحفاظ على النجاحات والإنجازات اللي تحققت للمرأة لتكون جزءا لا يتجزأ من خطط التعافي التي تضعها الدول وبدورنا كشعبة برلمانية المملكة البحرين قدمنا النموذج المشرف للمرأة البحرينية والإسهامات العديدة اللي قدمتها من خلال تواجدها في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كورونا وقدمت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب كلمة أبرزت من خلالها المسئولية الوطنية التي تتحلى بها المرأة البحرينية وما قامت به من جهود سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الأسري وما تحظى به من دعم كبير ومساندة لتكون دائما في الصدارة والريادة لأداء دورها الشريك في نجاح أي استراتيجية أو خطة أو مبادرة يكون لها الأنعكاس والأثر الإيجابي في مسيرة التطور والتقدم للمملكة البحرين فيما تبدأ قدن ثلاثة إن شاء الله أعمال مؤتمر العالمي الخامس لرأساء البرلمانات بمشاركة وفد الشعب البرلمانية بما يتضمن تقديم تجربة مملكة البحرين وتميزها في إدارة أزمة كورونا وأيضا ما حققتهم من نجاح مشهود في القضايا المتعلقة بالمساواة والتوازن بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة وما تشهده مسيرتنا الديمقراطية من عطاء مستمر وجهود وطنية مشتركة ترفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية